رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت يقول احسن الله لكم رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت فلما صام اليوم الاول الذي هو يوم السبت جاءه امر بالسفر فهل هو اثم بافراده بصيام السبت وهل يحسب له من صيام الست نعم اذا انتهى السفر يكمل في شوال يكمل الايام البعاقية يصون خمسة مع اليوم السابق ويحصل له الاجر ان شاء الله